اشتركي سابورانات في الفيديو هذا باش نعطيكم ملاحظة صغيرة على مفهوم الانحلال في الماء اذا وهو الدرس الثالث في مادة الفيزياء لتلامين سنة ثامنة اساسي اذا شمعتها الانحلال في الماء قبل كل شاي باش نعرف شمعتها المحالين اذا لسوليسيون هي عبارة عن مخاليط متجانسة اذا هي مخاليط متجانسة تصنف غالبا طبقا لحالتها الفيزيائي ثم محاليل غازية وصلبة وسائلة اذا هناك محاليل غازية ثم الصلبة ثم السائلة مثال عندي مياه البحر اذا مياه البحر فيها املاح ذائبة تعتبر مثلا المحلول السائلة فاملا musun نعطيكم من بعد ذلك الامثلة اذا لدينا مياه البحر محاليل سائلة عندي مثال اا اه ااذن travel اه بعد المحاليل الصلبة مثال عندي اه العملات اذا المعدنية الفضية اذا لدينا فراجعhein بواسسوسي bel ép في فضة إذن هنا بشي يعطيني إذن محلول متجانس وهي مثال المحليل الصندق باي نقولنا المحليل هي مخليط متجانس إذن مكون من مركبين أو أكثر باي فما التسمية تمتح معنا المحل والمنحل باي شنون فرق بيناتهم إذن المادة الأكثر هي المحل إذن عندي لهنا مركبين إذن متكونة من مركبين إذن المحليل هي خليط متجانس إذن في مركبين أو أكثر إذن لا يحدث بينهما تفاعل كميائي والمركب الموجودة بوفرة في المحلول تسمى المحل إذن عندي المحل والمنحل إذن هذه هي الموجودة بوفرة تبدأ أكثر تعملنا إذن والأقل وهذه هي الأقل نعطيكم مثال إذن مش نخدمو به برشة إذن هو المحلول المائي ما معنات هذه المحلول المائي هذه تسمى solution occurs إذن المحلول المائي إذن هي تتكون بمزج إذن مزج يأما غاز ومع ماء وإلا صلب حاجة صلبة مع ماء وإلا سائل مع ماء فاهمنا إذن الماء اللحظ أنه دي ما موجود إذن الماء هو المحل بتاعنا الماء اللي هنا يمثل المحل فاهمنا هذا شو معانتها المحلول المائي مائي هنا بما أننا نحكو نحكو على المحلول يجبنا نعطو تعريف للتركيز شو معانتها التركيز اللي هي بالفرنسية كونسنتراتيون إذن ننظرها بسي أو إني كونسنتراتيون هي إذن تركيز محلول مائي لجسم المنحل هي عبارة عن كتلة الكمية المنحلة في لتر واحد من المحلول تفعبنا هي إذن نقولنا كتلة في لتر واحد من المحلول هذا هو شو معانتها كونسنتراتيون هذا ما بعض التعريف اللي بش نستعملوهم في التمارينات بتاعنا إذن موجودين زادا في كتاب الدروس متاعكم في مادة الفيزياء كان عندكم حاجة ما في متواجب الباية يعني حاولت نبسط لكم المعلومة الأكثر حدى لخطر الفيزياء جديدة لتلميذ المرحلة العددية وباللغة العربية إذن حابيت أن نبسط لكم أكثر كان عندكم حاجة ما يكونش فهمين أتنجموا تتصلوا بإدارة المنصة وننفهم هيكم إذن بطريقة مبسطة وبطريقة سهلة وبلغتنا العامين تابعونا لسابورانات مش نخدمي لكم بعض التمارينات اللي بشيفهم بهم درس أكثر